أهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة أخرى ووصفت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية الخلافات السعودية الإماراتية بأنها عميقة وحقيقية بالفعل وأنها تهدد أي فرص للسلام يتم الحديث عنه الآن في إشارة ربما إلى الفوضات أو المشاورات السعودية الحوثية قدر بالذكر بأن الإمارات العربية أصدرت بياناً أو خارجية الإمارات أصدرت بياناً قبلك لرحبت فيه بالجهود السعودية العمانية لفرص السلام وقالت أنها تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدار في إطار السلسة الدائمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة وتنفي بذلك معارضتها لعملية السلام الراهنة برعاية المملكة العربية السعودية وعمان كما يشاع بأن الإمارات منزعجة من ذلك عن حقيقة الانزعاج الإماراتي من المشاورات الحوثية السعودية وعن هذا الترحيب أيضاً من قبل الإمارات بالوساطة السعودية الإماراتية السعودية العمانية مع الحوثيين سيكون معنا الدكتور عادل مسني باحث في العلاقات الدولية وكذلك أيضاً الدكتور عبدالغاني لورياني أو السعود الغرياني الباحث في مركز صنعاء ولكن بعد متابعة هذا التقرير صراع سعودي إماراتي متصاعد في اليمن تقول صحيفة أمريكية إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في هذا الصراع حيث تخوض السعودية جولة جديدة من المحادثات مع قادة الحوثيين بينما تهدد الإمارات تلك الجهود وسط تصاعد خلافها مع المملكة بلومبيرج الأمريكية قالت إن زيارة عيد روس الزبيدي إلى المكلة في مايو المنصرم أثارت غضب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان شقيق الحاكم الفعلي للمملكة ورجله الرئيس في اليمن واعتبر مشهد تجول الزبيدي في المكلة وكأنه يتحدى علنا جهود السعودية التي تتجه نحو السلام وإنهاء الحرب إذ بدأتها باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران وبدأت محادثات مباشرة مع الحوثيين ولتحقيق هذه الغاية أنشأت العام الماضي مجلس قيادة رئاسيا يمنيا جديدا برئاسة رشاد العليمية وهو موالي للسعودية تثق به الولايات المتحدة بهدف التوفيق بين الفصائل المتحاربة وتحقيق الاستقرار في ولاية حدودية تعتبرها أساسية لأمنها القومية وبالرغم من أن الإمارات دعمت المجلس علنا إلا أنها أقل حماسا بجأن استيعاب الحوثيين بحسب الصحفة الأمريكية وحريصة على إنشاء دولة جنوبية مستقلة للحفاظ على النفوذ الذي بنته على امتداد الساحل الممتد من المكلة إلى باب المندب بوابة البحر الأحمر وهذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز مكانتها في التجارة الدولية ذلك أثار مخاوف الولايات المتحدة إذ أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ محدثات في أبوظبي والرياضة الأسبوع الماضي بهدف ضمان أن لا تؤدي التوترات بين السعودية والإمارات والتشكيلات العسكرية التي تدعمها إلى تقويض الجهود المبذولة لإنهاء الصراح أهلا بكم عزيزي المشاهدين مرة أخرى وأقدد الترحيب بالأستاذ الدكتور عادل مسني الباحث في الإلاقات الدولية معنا في الاستيدي أهلا بك دكتور عادل مسني أهلا السهل أحياء الله كما أرحب أيضا بالأستاذ عبدالغاني لورياني الباحث الأول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أهلا بك أستاذ عبدالغاني لورياني أهلا أبدأ معك دكتور عادل مسني بالمبرك قالت أن هناك أزمة حقيقية بين السعودية والإمارات ما يهدد فرص السلام وما في إشارة أيضا للجهود السعودية الآن مع الحثين هل تقدرنا بالفعل هناك أزمة بين السعودية والإمارات وبالفعل هي تهدد جهود السلام الراهنة هناك أزمة نعم لكن هل تهدد السلام؟ لا لماذا؟ لأنه أنا أتصور بأنه دور السعودية الطاغي فيما يتعلق أيضا بعملية السلام ولهذا هي ذهبت منفردة للعملية السياسية في اليمن بمعنية طبعا العمان الأمر الآخر هناك إجماع خليقي باستثناء الإمارات فيما يتعلق أيضا بالعملية السياسية اليوم رئيس مجلس التعاون الخليقي بارك هذه الجهود وبالتالي هناك موقف قطري، كويتي، سعودي، عماني مرحب بهذه الجهود الإمارات رحبت الآن قبل قليل في بيان له بالجهود السعودية العمانية هي تعكس أزمة أنا أتصور نتغطي على الأزمة الحقية بيان الإمارات يغطي؟ نعم غير داعم؟ يغطي على الأزمة الكبيرة الظاهرة أولا لو كانت الإمارات جوز من هذه الترتيبات لكانت حاضرة المملكة العربية السعودية ذهبت مع عمان فيما يتعلق أيضا بهذه الجهود والإمارات غير موجودة وبالتالي هناك انزعاج إماراتي كبير وهناك أيضا صعاف غربية تتكلم أيضا عن أزمة حقيقية عميقة موجودة بين الدولتين أنا أتصور له علاقة بالنفوذ لكن الأزمة الأكبر هي لها علاقة بالتوقوهات اليوم هناك تصادم في التوقوهات التوقوها المملكة العربية السعودية وتوقوها الإمارات الإمارات كانت توقوها معروف من خلال إثارة الأزمات والصراعات والحروب في ليبيا واليمن والصومل وغيرها من المنطقة بعكس المملكة العربية السعودية المحافظة دورها يميل دائما إلى التهدية واليوم بالذات مع عملية التحديثة التي يقودها محمد بن سلمان وهو في الحقيقة باني السعودية الحديثة اليوم هناك سعودية نستطيع أن نقول حديثة مختلفة تماما عن السعودية القادمة لكن الأصوات التي تأتي من الإمارات تخشى من أن تؤدي العملية السياسية بين السعودية والحوثيين لتسليم الحوثيين القمل بما حمل رأينا ضاحي خلفان مثلا هو مغرد إماراتي ومسؤول أيضا أمني كان في دبي يقول أن هذه العملية تؤدي لتسليم الشمال للحوثيين بالإضافة إلى الجنوب تبسيط العملية أو تسطيحة بهذا الشكل نصور منافي للحقائق والواقعية الموجودة اليوم ما يقري في اليمن هو جزء من ترتيبات كبيرة موجودة في العالم والمنطقة هناك تغيير كبير في موازين القوى قزلي في المعادلة الدولية وبالتالي الإقليمية هناك مصالحات إقليمية كبيرة بين الدولتين العملية السياسية التي تتم في اليمن أنا أتصور بأنها تمت أولا بين إيران والمملكة العربية السعودية والسفير الإيراني موجود في السعودية اليوم وهو مخرط بجدية في هذه المفاوضات الأمر الآخر يجب أن نلاحظ بأنه بعد أيام من استلام السفير الإيراني مهامه بالسعودية تم استدعاء الحوثيين للرياض وبالتالي هناك ترابط بين هذه المواقع إذن تتأكد أن هناك أزمة سعودية إماراتية فيما يتعلق بالملف اليمي لكن تأثير الإمارات تجد أنه محدود مقارنة بالدور السعودية بلا شكل أولا هذا أمر والأمر الآخر قلنا له علاقة بالتوقعات المملكة العربية السعودية اليوم لها توقع نحو السلام نحو التهدية نحو بناء شراكات مع إيران مع قطر مع أيضا المجتمع الدولي في ذهابه إلى تنويع علاقتها مع الصين مع الولايات المتحدة الأمريكي إذن هناك توقع المملكة اختلف عن توقع الإمارات القائمة أيضا على تسعير والتوتير في الأوضاع في المنطقة بشكل عمدالي تصادم في التوقعات هو مهم جدا الأمر الآخر له علاقة أيضا بالنفوذ السعودية والنفوذ الإقليمي أو في اليمن سأعود إليك حول هذه المسألة مسألة النفوذ السعودي في اليمن والنفوذ الإماراتي في اليمن وكيف يمكن أيضا أن يكون مؤثرا في إطار العملية السياسية الراهنة التي ترعاها المملكة العرب السعودية وعمان مع الحوثيين لكن هذا السؤال مدخلي أود أيضا وأحب أن أسمع منه إجابة من الأستاذ عبدالغير لورياني هل بالفعل هناك أزمة سعودية إماراتية وإلى أي مدى قد تؤثر على مسار اللي نقول العملية السياسية الآن المرعية من قبل السعودية مع الحوثيين شكرا أعتقد أن الإمارات ما دخلت في الصراع في اليمن إلا من أجل أن تعطل مشروع السعودية في اليمن وقد كتبت في هذا من قبل يعني الواضح بالنسبة لي أن الإمارات كان هدفها الأساسي هو تعطيل المشروع السعودي في اليمن وقد تمكنت من ذلك في 2019 كانت تمكنت من تعطيل المشروع السعودي في اليمن وكان المشروع السعودي هو الحصول على ممر إلى البحر المستوح من ذلك التاريخ كنت أأمل أن الإمارات ستلعب دورا إيجابيا في عادة الاستقرار إلى اليمن لكن يبدو أن الإمارات لا زالت تشعر أن اليمن فرصة لها لشغل السعودية ومنعها من التفرغ للمنافسة مع الإمارات في إجتذاب السهنارات كما أنه طبعا في واقع الحال أن السعودية هي يعني بحكم حجمها كانت دولة ذات نفوذ استثنائي في المنطقة كلها كانت تحدد الدولة المحيطة بها في الإمارات تشعر أنه إغراج السعودية في اليمن سيخفف من خطر هيمنة السعودية عليها الآن واضح أن الأسراع بين السعودية والإمارات قد وصل حتى المكشوف حيث أن الإمارات بدأت تواجه السعودية بشكل واضح سواء كان فيها تتراموت أو وقتها وتريد أن تعطل إمكانية حصول السعودية على اتفاق يهدأ الجبهة الجنوبية بالنسبة لها في اليمن فأنا أظن أن السعودية ستستمر في لعب الدور السلبي تقصد الإمارات الإمارات عطان وكيف تفسر البيان الإماراتي قبل قليل عبر الخارجية الداعم والمرحب بالوساطة السعودية الأمانية كان متأخرا وهذا يبين أنه يكون تعبيرا عن مشاعر الإمارات الحقيقية يعني التأخير هو يعبر عن مشاعر الإمارات الحقيقية وكيف يمكن للإمارات لعب هذا الدور السلبي كما ترى في العملية السياسية الراهنة بين السعودية والحوثي الإمارات لديها حلفاءها في اليمن وتستخدمهم بتعطيل أي اتفاق هذا لا يعني أنني أيد ما تقوم بها السعودية الآن حول الاتفاق مع الحوثي دون مشاركة الحكومة المعترف بها دوليا دون مشاركة أطراف اليمنية كلها لكن واضح أن السعودية والإمارات ليس على اتفاق في ما يتم في اليمن والعام هم ليسوا على إمارات لكن لأي مدى أقصد أن الإمارات هل بالفعل قادرة من خلال الانتقال مثلا إعاقة أي اتفاق مع الحوثيين أم ربما الإرادة السعودية هي قادرة على تجاوز أي إعاقة قد تحصل هنا أو هناك لأي اتفاق بالحوثيين للأسف أن القدرات المؤسسية الإماراتية عالية جدا فيما القدرات المؤسسية السعودية ضعيفة جدا وبالتالي أنا أغلب احتمال أن الإمارات تكون قادرة على تعطيل مسائل السعودية يعني لديها أدوات ولديها قدرة على الأرض نعم دكتور عدل ما رأيك في هذه النقطة؟ أنا أصور نعم السعودية أولاً لها دور تاريخي فيما يتعلق أيضاً لكن الإمارات صارت ند لديها أدوات لديها قوات لديها قيوش قيوش في اليمن لا يمكن تجاوزها بسهولة لديها الميليشي الانتقالي والميليشي الانتقالي هي تعاني من أزمة كبيرة جدا يعني انتقالي طالك عرفات قوات التهامية في الساحل في المخى قد أيضاً تمد الأيدي للقوى الشمالية المستأة من التوفق مع الحوثين رأينا الآن الأحزاب قبل القليل هي مغيبة وتقول يجب أن نكون حاضرين في أي حوار مع الحوثين القوى السياسية مع الشرعي والشرعي يعني حليف استراتيجي لمملكة العربية السعودية وهذه هي التي تمثل مركز الثوق في اليمن بالنسبة للحاضنة الشعبية التي يمكن أن يعول عليها الإنتقالي في القنوب نلاحظ أنها خارج وفي الشمال أيضاً خارج نفوذ الانتقالي إذا التسوي السعودية الحوثية لا ترضي القميع سيذهب الجميع باتجاه الحاضنة الشعبية في القنوب ضد الانتقالي من عدن إلى شبوى إلى أبيان إلى حضر موت لا هؤلاء مع السعودية هؤلاء مع الشرعية اليمنية هؤلاء ضد الانتقالي وبالتالي هنا ورقة الضعف القاتل للانتقالي ولهذا أنا أتصور أنه الانتقالي لن يذهب مع الإمارات فيما يتعلق بالصدام مع المملكة العربية السعودية لأنه يدرك وزنه وثقله في القنوب الانتقالي قرب الصدام إبام ما كان الدعم كله معه سواء دول التحالف وكان مصنع مع شبوة هزم وهرب للضالع في معركة بسيطة اضطرت الإمارات تدخل في الطيران المحصلة النهائية الانتقالي هو الثابت بينما القوى المدعومة السعودية التي هزمت لا بالعكس كانت هناك معركة فاصلة في شبوة هزم على إثرها الانتقالي وفر إلى عدن وتدخلت كان الجيش في عدن وتدخلت الطيران الإمارات وهذا خط فاصل كان فيما يتعلق باستخدام القوى العسكرية في عدن في القنوب في معدد ذلك كانت كلها لعبة لدول التحالف وكان هناك مسلسل الجميع يدركوا الآن أصبح نشوف فاضح إذا بتتعلي أي اتفاق سيمر أنا أتصور ليست هناك دور للإمارات اليوم الإمارات تعبر عن نزاقها لأنها أخرجت من السعليماني اليوم عمان والسعودية هي من تمرر اتفاقية وستجمع كل القوى السياسية اليوم بدأت المملكة العربية السعودية بالشقة الأصعب وهم الحوثيين وإيران وبالتالي هناك تسوية مع إيران واليوم في مفاوضات أيضا مع الحوثيين يعني الأصعب هو الحوثي البقية هم الأسخل البقية كلها تدور في فلك المملكة العربية السعودية من حضر موت إلى الشرعية إلى شبوى إلى أبيان ما أريب كل هذه القوى وبالتالي أنا أتصور بأن الإمارات معزولة ومحصورة الآن معزولة تماما والانتقالي لن يرهن أيضا بالذهاب بوضع كل بيضة أيضا في سلة الإمارات وهو يدرك بأنها قد يعني رهن خاسر بتالي أنا أتصور أن الإمارات تماما أخرجت من السحاء اليمنية وفي النهاية الإمارات هي لماذا تدخلت في اليمن ليست من أقل القضية القنوبية وليست من أقل أيضا عيون الانتقالي ولكن لديها مصالح وبإمكانها تقد آلية أيضا للتفاهم مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق أيضا بمصالحها في القنوب وبالتالي أنا أتصور بأن الانتقالي أيضا خارج من هذه اللعبة وهو يدرك بأن المملكة العربية السعودية هي الضامن أيضا لأي دور كل القوى السياسية الموجودة في اليمن وبالتالي الكل الآن مراهن على الدور السعودي وليس الإمارات بما فيهم الانتقالي بالتالي ليست هناك أوراق للإمارات لإعاقة مشروع السلام في اليمن هذا أمر الأمر الآخر متعلق أيضا بالقلبة الدولية والإقليمية وتوجه الدولي وتوجه الدولي والمصالح الكبيرة التي تراهن عليها كل دول العالم فيما يتعلق بالاستقرار في اليمن بالتالي اليمن أصبح إزدادت هميته بشكل كبير بعد الحرب الأوكرانية ومتالي أصبح هو المورد الوحيد للطاقة إذا إسمعي هذه النقطة أيضا للأستاذ عبدالغني وما يرى هو صحيح أن الإمارات لديها قوات ميليشيات لكن الأستاذ والدكتور عادل مساني يرى أن السعودية هي الطاغية في البلاد تتطهبك أم تقتلم معه السعودية طبعا قوة كبرى والإمارات دائما تحرص على أن لا تتواجه مع السعودية مباشرة لكن الكفاءة المؤسسية للإمارات دائما كانت متفوقة على السعودية ولهذا في خلال الثمان سنوات الماضية الإمارات نجحت حيث فشلت السعودية السعودية ستستمر في كونها القوة الطاغية المهيمنة لكن كفاءة المؤامرة للإمارات المؤسسية ستتيح لها أن تلعب مع هذا الدور وتخرج منتصرة نعم إذن تصوراتك دكتور أستاذ لمسألة أي اتفاق بربما بين السعودية والحوثية ترى أن الانتقال يستطيع عاقته ما هي الحالة التي يمكن للسعودية فيها تمرير هذا الاتفاق على أي شكل إذا أتى ما هو الشكل الذي سيأتي به سيعاق سواء شمالا أو جنوبا أولا الإتفاق بين الإمارات وبين السعودية والحوثي لن تكون إتفاقية ذات شأن يعني ليس الإمارات قلق من ما يمكن أن ينتج عن إتفاق بين السعودية والحوثي لأن الإتفاق أصلا سيكون على قضايا إجرائية ولن يكون على إتفاق سلام حقيقي كما يصور البعض نعم إذن هي حسن تراهن في إتفاق السلام على حلفائها على الأرض والذين سينخرطون في حوار لاحق مع الحوثيين تقصد هذه الفكرة أهم الإماراتيين لا يريدوا سلامهم في اليمن يعني بالنسبة لهم الوضع النموذي هو أن اليمن تبقى مشتعلة لكي تشغل السعودية فلا تستطيع السعودية أن تفرغ جهودها لمنافسة الإمارة لكن أنا متنع أن المفاوضات الجارية الآن لن تؤدي إلى سلام في اليمن لأن مقومات السلام لم تتقوم بعد يعني نحن نتحدث عن إذن الضروب تخدم توجهات الإمارات أكثر من خدمتها لتوجهات السعودي تريد أن تقول ذلك بضبط نعم يعني بغض النظر عن لنقول نفوذ الدولتين في البلد سواء كان نفوذ السعودية كبيرا أو نفوذ الإمارات صغيرة الإمارات أكثر كفاءة في توظيف مقدراتها في اليمن من السعودية وبالتالي لما رأس تفوت يعني وهو وهو بالتالي تعطيل أي أتفاق سلام في الوقت الحالي مع ملاحظتي أنه لم تتوفر شروطهم موضوعية بعد نعم المفاوضات التي حصلت الآن في الريمن بين السعودية والحوثيين هي مفاوضات إجرائية لن تؤدي إلى أتفاق سلام لأن المقومات الضرورية لأتفاق سلام شامل يؤدي إلى استقرار في اليمن لم تتوفر بعد نعم شكرا لك أستاذ عبدالغاني لورياني الباحث أول في مركز صنعاء لدراسات الاستراتيجية إذن الظروف لا تخدم بعد المملكة العربية السعودية وهي أقرب إلى الإمارات منها إلى السعودية لا أنا أتصار بالعكس هناك قلنا معادلة إقليمية إقليمية لكن محلية بعيدة أنا وأنت نعرف أن الظروف المحلية بعيدة جدا الجميع يدرك بأنه العملية الحرب والسلام ليست بيد الداخل هي بيد الخارج لكن الداخل يستطيع أن يعيد لن يستطيع بالتالي السعودية قادرة على جمع كل هذه الأطراف إذا كانت غير مرضية للأطراف المحلية سيعيكونها الأطراف هي في النهاية مصالح ماذا يريد الحوثي وماذا تريد الشرعية وماذا يريد الانتقالي هي مصالح يعني إذا حققت جز كبير من مصالح اليمنين أنا أتصور بأنه هناك لغة مصالح ستقمع بين كل هذه الأطراف والآن يجري التفاهم حول هذه اللغة وسيجدون هؤلاء الفرقاء المتشاكسون آلية للتعايش طالما مصالحهم مضمنة يعني الانطلاق من أن هذه القوى لديها قرارها ومؤمنة بقضايا ولديها مشاريع هذا وهم كلهم لصوص وكلهم كاذبين وليس لهم ارتباط بالقضايا الذي يدعونها لا الحوثي مثلا يدعي الإمامة وهو مؤمن هو يريد السلطة ولديه مصالح السعودية قادرة على معالجة هذه المصالح أيضا الشرعية ليست لديها قضية ولا مشروع ولا الانتقالي لديه ارتباط بالقضية القنوبية انتقالي للفعل يريد يريد دولة أقل من ذلك لن يقبل الانتقالي يزيد بالقضية الكنوبية كما تزيد الشرعية بالقضية الوطنية كما يزيد الحوثي بالقضية أيضا إذن بالتالي سعودية قادرة على تقسيم الكعكا بين الجنين وبالتالي سيجدون آلية للتعايش هؤلاء الفرقاء لأنهم كلهم يبحثون عن مصالح بالتالي أنا أتصور ليست هناك قضية وليست هناك مشكلة بين هذه الكيانات التي تقاتل من أجل المصالح السعودية قادرة أيضا على إيقاد حل لهذه المعضلة المصالح وبالتالي أنا أتصور بأن هناك آلية لقم هؤلاء الفرقاء وبالتالي وسيلتقي الجميع في حكومة وستحرق الإمارات من المولد الإمارات تشعر بخسارة دورها في اليمن وبالتالي هي منزعجة اليوم المملكة العربية السعود وعمان منفردتين يدفعان بعملية سياسية الإمارات ليس لها ناقة ولا بعير في هذه القهود وأيضا بالاشتراك مع إيران أنا أتصور بأنه الولي العهد سابقا السعودي قال سيحاصر الإمارات أكثر من قطر وهذا كوز من الحصار الذي يمرر اليوم في اليمن هو عز كامل الإمارات والذهاب إلى التسوية سياسية الأمر الآخر والمهم وهي السعودية تنقح في أن تقدم نفسها كوسيط يعني لم تعد المملكة العربية السعودية اليوم طرف في الحرب اليوم هي وسيط وستقمع الفرقاء اليمنيين هي المرحلة الأولى مع الحوثيين ثم تقمع الحوثيين بقية الأطراف وتمضي العملية السياسية إلى الأمام شكرا لك دكتور عادل مساني الباحث في الإلاكات الدولية على وجودك معنا وكما أشكر أيضا الأستاذ عبدالغين لورياني الباحث الأول في مركز صناعي الدراسة الاستراتيجية وأشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين على أماني لك بيكون في حلقة أخرى من حديث المساء وفي أمان الله اشتركوا في القناة